بينما تتصاعد حدة القتال في باكموت وصل الرئيس الألماني فلاديمير زيلانسكي إلى العاصمة الألمانية برلين بهدف تعزيز دعم أوكرانيا ومن المقرر أن يلتقي زيلانسكي بالمستشار الألماني أولاف شولز والرئيس الألماني بحسب تقارير محلية وعفق زيلانسكي سيناقش في برلين ملف الأسلحة وحزم الدعم والدفاع الجوي فضلا عن قضية عادة الإعمار والانضمام للاتحاد الأوروبي دوت صافرات الانذار الجوي في العاصمة كييف و 12 مقاطع أوكرانية أخرى معلنة حالة التاهب لغارات جوية في عموم أوكرانيا هذا وأكدت قناة تي اس ان التلفزيونية الأوكرانية سماع دوي انفجارات في مقاطعات سومي و خرسون و تيرنوبل أكدت السلطات الأوكرانية أن العملية الدفاعية في مدينة بخموت تتواصل وذكرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن القوات الأوكرانية تتقدم في اتجاهين في مدينة بخموت شرق البلاد لكن الوضع في وسط المدينة أكثر تعقيدا في المقابل تحدثت روسيا عن تحقيقها مكاسب داخل المدينة المدمرة و الواقع بمعظمها تحت سيطرتها وفي شأن الأوكراني قال رئيس أستونيا في مقابلة مع موقع عرب نيوز إنه لا بديل عن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أبداً تحتاج إلى الموقع ليسى أنقب لديل عن إمثالي من المملكة التي تتحدثت لها أولاد من القوات الأول فعرض أن أتبع في منطقه أن أتبع في مدينة أستونيا كانت في الواقع السادس لنفس الوقت في الواقع الأنوية عندما كانت على المدينة بسعارة أجل لقد قلت حصل على نتوقع عن نتو ومن نتوقع نتوقع بسعارة أمين بالأولاد وبدأنا لتحدث عن المتحدة بالنسبة للمتحدة وحسنا لاحققنا لتحدث عن المتحدة ونحن الآن يكونinde لنت及هى أمام الأنب في 19 سنة وحسنا لدينا فعل التحدث عن المتحدة بالنسبة لكي كما في ساعات الأ aceite